رغم مرور أكثر من ثلاثة شهور على انتخابات برلمان كردستان العراق إلا أن القوى الكردية لم تتمكن حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة أو تسمية رئيس لبرلمانها الجديد أو حتى اختيار رئيس لها التوافقات الهشة بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة في كردستان العراق لم تصمد أمام الاختلافات في وجهات النظر بين الديموقراط الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني وبقية الأحزاب الكردية صحيفة العرب الجديد كشفت أن الحزب الديموقراطي الذي نال 45 مقعدا من 111 مقعدا يريد تشكيل حكومة على مقاسه مع إرضاء الأحزاب الكردية ببعض المناصب وهو ما دفع الكتل السياسية الأخرى لرفض أي حكومة يقترحها حزب البارزاني فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي في الحزب الديموقراطي الكردستاني قال إن إيمان حزبه بالاستحقاق الانتخابي لا يعني إيمانه بالمناصفة في المناصب مع الوطن الكردستاني فتجربة السنوات الماضية لم تكن مشجعة وشددا على ضرورة تطبيع الأوضاعي مع حكومة بغداد بشأن محافرة التأميم والمناطق المتنازع عليها بين حزبه والوطن الكردستاني على منصب المحافظ وغيره من المناصب الأمنية والعسكرية المؤثرة في المحافظة رؤية الحزب الديموقراطي لشكل الحكومة القادمة عبر ترشيحه نجرفان بارزاني لمنصب رئيس كردستان ومسرور البارزاني رئيسا للحكومة دفعت المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعد أحمد بيرا للتأكيد أن حزبه يطالب بمناصب عدة أبرزها رئيس البرلمان القادم ونائب رئيس الحكومة الجديدة وهكذا تبقى الخلافات في وجهات النظر هي المهيمنة على المشهد السياسي في كردستان العراق دون أي بارقة أمل في انفراج هذه الأزمة قريبة